السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة للجميع إذن في إطار المسجدات التي تعرفها الصحة التعليمية والصحة التربوية خاصة الشغيل التعليمية من النساء والرجال التعليم هناك واحد جوجد المسجدات المسجد الأول الذي عنده علاقة بالأساتي الذي تم توضيفه من بعد 2016 إلى سنة 2022 هذه الفئة لا يزال من الترسيم وبالتالي سيكون هناك واحد ترسيم استثنائي بصفة استثنائية هذه الفئة تهم الفئة التي توضفتها من بعد 2016 بمعنى 2016 2017 2018 2019 2020 2021 حتى 2022 هذه الفئة تحمل صفة متدربة أو متمرينة كان هناك واحد عدد قليل حسب إحصائية الوزارة تقول أن 4% التي جرت عملية الترسيم بمعنى عدد كبير تقربة تقدر ب140 ألف ما زالوا لا تستفيدوا من عملية الترسيم وهذه تكون الترسيم بصفة استثنائية حسب مصدرين نقابي المسجد الثاني لديه علاقة بالتعويضات المالية وهذه التعويضات المالية كان مرتقب أن تصدر أو يستفيد منها الشغيل التعليمي في شهر مارس لكن حسب المسجد الثالث فغالباً ستكون في أبريل أو مالي السلام عليكم اهداعاً مركز امانسي 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 بأمانسي حسناً